أفاد مرسل التلفزيون المصري بوصول طائرة أردنية على متنها 45 طن أدوية إلى مطار العريش مشيرا إلى أن هناك طائرة أخرى ستصل اليوم على متنها 30 طن من المساعدات لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة كما أفاد مرسل التلفزيون المصري بوصول طائرة السادسة عشرة قادمة من السعودية على متنها أكثر من 38 طن من المواد الطبية والغزائية والإيوائية كما استقبل مطار العريش طائرة من سلطنة عمان تتضمن ما يقرب من 22 طن أغذية